في الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت هزيمة المحاربين في الميدان لغة الانتصار ومنذ الزمن البعيد وحتى يومنا هذا أصبحت صناعة الموت أو صناعة آلة الحرب كما يسميها خبراء العسكرية حول العالم هي العامل الأول والأساس لتقييم تفوق الدول كقوة عسكرية وقدرة حربية في السلاح والعتاد وإمكانياته القتالية في العصر الحديث ولأن التكنولوجيا الآمرة والناهية في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بصناعة السلاح أصبح من الممكن التنبؤ بشكل الحروب المقبلة رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي حذر وبشدة من دخول العالم في حقبة من عدم الاستقرار على المستوى الدولي مع تنامي قوة الصين وظهور تقنيات تخريبية كالذكاء الاصطناعي والروبوتات التي قد تكون حاسمة في الحروب ولذا فأن النفوذ الذي يهي من اليوم على حسابات القوى العظمى في العالم تتبعها مباشرة لغة التكنولوجيا واستحداث سلاح تكنولوجي بحت في التصويب بدقة حسب نظام الاستشعار يقول البعض من أهل السلاح أنه من الممكن التنبؤ بإصابات دقيقة وخسائر مادية أو بشرية أقل لكنها ربما تحدث دمارا في البنية التحتية وتعطيل الملاحة الجوية أو أنظمة العمل التي تعتمد عليها أي دولة في العالم ترجمة نانسي قنقر